انا اشف از اه لو قلت يبقى السيناريو وزير قصة المأخوزة عن اه نجيب محفوظ كفاح طيبة لا تصلح للتوصيب المؤحدة. انا قلقي الناس يميع من المعرضة يبقى السيناريو وزير قصة المأخوزة عن كفاح طيبة لا تصلح ان تكون عملا تاريخ. هل في اخطاء انت معتارف بيها ام لا? نعم نعم نعم. معنا دلوقت يا جماعة الاستاذ احمد السنوسي اه وهو خبير اسري والمراجع التاريخي لمسلسل الملك احمص. ازايك يا استاذ احمد? انا انا اردت الوصول. سامعين? سامع استاذ جلال كويس? اه سامع الدكتور احمد اهيو. اهيو. ازايك يا دكتور احمد? انا ساليك يا بي الله. طيب. حبيبنا. بالموضوع على طول يا استاذ احمد. اه طبعا انت سيادتك تبعت في الفترة الاخيرة الانتقاضات الشديدة اه اللي توجهت لمسلسل اه الملك اه والناس اتضح ان هي عندها خبرة وثقافة اه كويسة في اه التاريخ من ناحية الملابس ومن ناحية الديكور ومن ناحية اه شكل الملك احمص والتيجان اللي موجودة والديكور وحتى اطباق الفكهة اللي كانت بتقدم. يعني توجهت انتقاضات كتيرة جدا جدا. فعايزين نعرف دور سيادتك من البداية. استأذنك دورك من البداية. انت امتى اه تم تعيينك كمراجع تاريخي واسري لهذا المسلسل. انا اكلم معك بكل صراحة وابدأ كلامي اه لابس الله سبحانه وتعالى وهي البداية بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا تم التعاقد معي قبل بداية التصوير بحوالي تاتة سريعة. نعم. اه لما ذهبت هناك لقيت كل شيء اخر صار. الممثلين. حتى الاسلحة كانوا محضرينها. اه تدخلت في هذا الامر. واه اريد اول تبع طوش الحلقة. انا هممكن اعطيتها نص يوم كامل. بلاحظ كل كلمة بديتها. وطلبك تغيير اشياء كثيرة والحقيقة انا بشكر. السيد المخرج المحترم الذي تشرفت ان اعمل معه. الاستاذ حسين المنباوي. مخرج محترم يا استاذ احمد. مخرج محترم. وجميل. وكان عامل مسلسل من وجهة نظر الشخصية. كان من اهم المسلسلات في رمضان اللي فات اللي هو المسلسل في توة. مخرج محترم وعنده رؤية جميلة. اه لكن انا واحد من المشكلين اللي مضعوا لي. كتير اللي عن نشاط الاخبار او الحاجات العالمية. اه. اه. اه لكن نرجع للموضوعنا. اه الحقيقة انا طلبت بتغيير حاجات كثيرة جدا. جدا. اه واستجابة السيد الموخب لي وإدارة الانتاج وإدارة الدكور. اه اه وديك مدير التصوير وبسيط السامعة التامية. ربط منه انا ما بيجي اعمل اه تصوير في شيء معين. لا بلاش الحتة دي. بلاش ما تظهر الحتة دي. فالحقيقة لقيت اتجابة جميلة جدا. بعدين اه من ناحية النصوص الاغلوفير جات مكتوبة. اه كانت اه معظمة لا يناسب. اه العهد بتاعنا. ودي برضو اخفنا. والحقيقة انا قبل ما اعمل اي نقط اي حد. انا عايز اسأل الناس الجهازات. انا اسف الوقت. بيقعدوا في كل شيء. وده من حقهم. لكن هل حد فيهم راح زار المدينة الفراعونية بمدينة الانتاج الاعلامي? معنى? في كل حاجة هذه المدينة غلط. مم. شوية كانت نصوص الكنترونية. او طريق الكباش. او المصح اللي هم عاملينه. او حتى الغرف انا ما عرفشي الغرف دي معمولة ليه قالك انا قال لي ايه? اه حتى طراص المعبة. طب ايه اللي دخل? ايه اللي دخل? ايه اللي دخل مدينة الانتاج في الموضوع يا سيد احمد السينوس? دي احنا في سيد 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 بنصور في مدينة الانتاج الاعلامي ورفضت التصمير في المنطق. اللي بسموه مدينة غلطية. اه. ايوة بس انا عايزة اقول لنتياتك حاجة مدينة الانتاج انشأت بجميع مناطقها ان هي بلوكات خام لمناطق واحياء وما على اه الجهة القائمة للمسلسل ما مع الانتاج هم اللي يعيدوا الدكور وشكل الدكور كما يطراء لهم متوفق مع المسلسل. في حالة المسلسل الانتاج. عادتك اه طريق كباش اللي هم عاملينه في المدينة. او ما كنت كباش تلاقي مسك بسم الاسد راسه ناحية الشماء. والتاني راسه ناحية المين? مفوضي كباش دي بيتنزل الطريق الممر اللي انت داخل منه. برضو ده ملوش ضعب برضو ده ملوش ضعب المسلسل او سيد احمد. لا خلينا خلينا بس اللي يهم الناس دلوقت على فكرة ونبقى ممكن نعمل بس مباشر في اشياء اخرى نتكلم فيها احنا نتكلم دلوقتي عن المسلسل تعالى نتكلم بصراحة وانا اهدت فيك الصراحة لما تكلمنا تليفونيا مع بعض اكتر من مرة. انت اعترفت ان في اخطاء كتيرة حصلت في المسلسل. تعالى بس يعني نكون صرحة عشان الناس تبلها الحقيقة. ان في اخطاء فقط. يعني لا تمكن ان في حصلت اخطاء كثيرة في المسلسل. بس بس نقول اخطاء كثيرة. اه انا في كلمة زولة بمتال امانة. ان جميع العاملين في هذا المسلسل. وانا سألت هذا واحد فيهم تعالتهم عن الحضارة مصرية العديمة ضعيفة ايضا 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 ايضا. تمام. حاجة ثانية انا احيانا كنت بروح من الساعة ستة صفحة لساعة احداشر بالليل والاتناشر بالليل. والحقيقة نعيش اقول ان الاصطف كله عمل مجهود وتعب. تعب شديد. لذلك في بعض الايام كان المصورين والعملين بيتساقلوا من قدر التعب لشهر اكتر من عشرين ساعة. عشان هم. عشان هم منصفين اكتر من ساعة. سيد الفاضل عشان بس انا شايف تعليقات قدامي يا استاذ احمد انت ممكن بس ما تكونش شايفها. اه انا هنقل لك وجهة النظر الناس المحترمة اللي هي بتعلق كل واحد حر في رأيه. اه برضو هم بيقولوا احنا ملناش دعوة واتباش ايه والهيكل اللي موجود في المدينة ايه? هم عايزين يتكلموا عن المسلسل ان هم في اراء مجمع ان وانت اجمع تبدأ واعترف تبدأ ان حصلت اخطاء في المسلسل. كل اللي عاملين في المسلسل يا استاذ احمد لهم مننا كل التأدير والاحترام من اظهر عامل في الدكور او حتى عامل البوفيه. الى السيدة الفاضلة المخرج. كلهم فوق دماغنا يحترموا وجميع الفنانين تحترم. احنا نتكلم في concept معين دلوقتي اللي هي الاخطاء اللي خصلت في المسلسل. سيادتك كنت موجود فين في هزي الاخطاء? آآ سوالا احنا بتخصي عن الموضوع ومدينة الفراقية. لكن اولا احنا تخلق المسلسل. احنا شخصيا زعلان بسجمع المشاهدة. فيه يوم من الايام في هزيج الاسروف معينة. وتم تصوير المشهد بتاع الملك سيقن راع بالتاج اللاحمر. ايو? التاج اللاحمر دي مقبولة. لكن الفنان سلامة شريف سلامة يتعى بدأ له قاعد على عرش مصر. لا انا لو موجود كنت احوق في التصوير وكان يجب على مساعدين الاخراجي تسلوا بيه طورا. زي كما كانوا بتسلوا بيه في الامن بروحواص. حتى يتأكل بالتفاصيل. انا اللهم يحطوا ايه وما حطوش ايه. حتى الاكل. وعندي ملزمة كاملة. هو المفوق كان ملك ايه يا استاذ احمد? ملك الجنوب. يعني كان لازم يبقى استاقابيا. ما شورت فيها انا والسيادة المخرجة الاستاذ المحترم عشان المنباوي. قلت له انا عندي فكرة حلوة. هو مين رح يقوش له. قال لي ده قائد الوكسوس معها رسالة بتسليم ديبا. قلت له حلوة اوي. يطلع بيتاج الاحمر اللي يؤكد شرائيته على الشمال. تجيه حدة فنية. ملاش علاقة بالتاريخ. قال لي والله فكرة حلوة. تب والتاج بتاع الملك اللي كان جنبيه له هو يشبه تاج اللي برتاري. ايه هو وفيه في الدولة الاديمة. النصوص الموجودة من اقدم ملكات مصر. واخبارك اللي كان ليه ابن بحس معي عن ملكات مصر في عصر الدولة الاديمة. كانت نفس نفس التاج بستعش النقش على الحجر فممسوح لكن هنلاقي علامة طلعة لعالمة الكبرى موجودة. وحز طالع طيب بالنسبة 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 للناس برضو اعترضت على ان الممثلين الافاضل اخواتنا وحبايبنا كانوا كلهم سايبين دقونهم والمفروض ده ما كانش في العهد الفرعوني خاصة في الملوك ان هي الجداريات كلها الفرعونية موجودة بيبقى حليق الزأن وحليق الشعر ولو في شعر بقى المصدحة. بتكلم معي في القصة ثمانتشة تسعة قشرة. يعني نتكلم في عصر القرامة. عصر القصوص. تفيش علم على مستقبل عالم اتفق على نصوص محادثة للحكسوس. حتى الحكسوس ازل نفسها لو انا جيت كلمة الحكاة خاصة للغاية صريعة. اللص ده طالي عامانتش السمنون دي سنة متين خمسة سبعين قبل الميلاد. فبدأ ما نشهد التالي. انا مرترف ان ماشي. فنان سلامة بيتقى الغرق. يتسخو بي حتى. ما تعملوش اي حاجة حجيسة او اي حاجة. لو الاستفندي والجوافة والحاجات دي ما كانش ينفع. لان هي دي في عهد الخديوي اصلا. ما كانش في عصر انا احيانا ما كنتش بكون موجود في اللوكيش الاسلوف خاصة. كنت ان يتحدث افندي واسمعها من حضرتها. واسمعها من السيادة المعلقين. ده اكبر غلط ان يوصف افندي اختخل مع محمد علي عن طريق يوصف افندي. اه. وفاتس اصلاحه جدا بأزياد صمرة. طب من نسبة للملابس انا بس انا بس لأسئلة سريعة بس عشان وقت المشاهزين. ايوما حتى حتى ما احنا اتبعنا يعني خلاص ما احنا عارسين التاريخ بتاعه اه يبتفن دي في عهد الخديوي يوصف بيقفن. كل ده معروف على فكرة العامة. يعني مش مش هنتفلسف عليه وهم عارفيني الكلام ده. طب بالنسبة للملابس بالنسبة للملابس. مش مفوض تكون ملابس كتانية في هذا الوقت. طيب فنمنا فنمنا الجميل والاخ والصديق عامري يوسف لما طلع بالدقن. هل انت موافق على ده? بكلمة. عامري يوسف ايام بدور احمس الذي مطلق. بكلمة. بكلمة ده الفائد اللي بيعني. كيش اللي هيحارب اللي هيحاربه مش. فانا بكلمة عن احمس المحارب. وليس عن الملك احمس. لو احنا كنا اتلمنا عن الملك احمس. بعد ان توب ملكا على القطرين. كل الانتقادات دي انا موفق عليها. وبعتزر ازا كان هناك خطأ. جميل جدا على فكرة الجملة دي على فكرة سيد احمد دي بن كوصين. يعني ده جميل جدا اللي انت بتعترف بالاخطاء اللي في المسسل وبتعتزر عليها. ده ده شيء على فكرة مشكور جدا منك. احمس ده ده المسلشة الكله مجرد بقى هو الا واحد عايش حارب الليكسوس. مقصوص مفروض يخضوا عليه عشان يعدموه. لان ابو مات واخوه مات وبنت اخوه ست كامس ماتت. فانا بقى عايزة اقتلتا كمان عشان اقضي على العائلة المحاربة. بس انت قلت لي حاجة في المكالمة تليفونية قلت لي هم مطلعين اخو احمس خاين. انا قلت لك بالمسالسة اللي هم عاملينه. واطلعت انهم اترابطي معالهم. اصبح احدهم رسوس ما يعرفش ان قامس ده احمس ده احمس. حتى ما حصل الصراع ما بينهم. آآ آآ جابت الممثلة ميرت. اللي مقدورها الفنانة صبا. مبارك. واقلت له ده اخو. اه. ده رامو السيوف عربعة. ده عمل دراميا به. اساسا وانا اتفقت مع الكاتب السيناريو باساس خالد. اللي احنا نجيب هذه القصة ليس على محقيق التاريخ الملك احمس. انما. هل كان مؤلس المتفق معاك يا استاذ احمد? في مشاهد تم تغييرها. اني انا لو اه اه قبل ما اتعاكم معكي الشيطة. آآ آآ واريت القصة دي كنت قالولنا جماعة ان يستيبك التراح تيب على جنب. ان التراح تيبها لما ننزل التراحات الاجيب نجيب محفوظ تم مهاجمتها ايضا. لكن قلت احنا ممكن نحول بدل ما نجيب مريد نزل دور المرأة المصرية مثل ايه حطب ساب كامس وهلو ما جرى. انا اديت اعتراضاتي على ورق. وقدمته للانتاج عشان نعمل كذا كذا. لكن انا معرفش اه لماذا اقوم بالسيناريو. والحمد من المنباوي المخرج المخترب. وفقني في حاجات كتيرة جدا. آآ تم تعدلها على الفور. ومشاهد كتيرة تم إلغاء على الاطلاق. الاخطاء اللي حصلت في المسلسل السيادتك معترف بيها وانت مشكول اللي انت معترف ان حصلت اخطاء في المسلسل. انت ما كنتش موجود يومها صح? ايام بسورة يعني. لا بس انا اقول لك حاجة. اقول لك. لا معليش اسمعني. لا 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 معليش اسمعني. اقول لك حاجة بعد اذنك. المخصوط حتى لو عندي سيادتك ظرف قهري. ما تحتارش. لان ليه انا بقولك كده? هذا المسلسل مسلسل تاريخي. وهيمثل حجبة تاريخية في مصر. وهيؤرخ في مكتبة الدراما المصرية كمسلسل تاريخي. متطفق معي? اما المسلسل كوميدي? يعني هو مسلسل تاريخي. مسلسل الدراما مغلق بالتاريخ العسكرية المصرية بالبيادة احمد. يا سيد الفاضل تصنيفه في الدراما اسمه تاريخي. زي ما فيه تصنيفات مسلسلات اسمها اسلامية. اسمه 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 تاريخي. بن كوسين. انا ما ينفعش ما تتفقش معي. لا اسمه تاريخي. وهيمثل حجبة تاريخية في مصر. وهيؤرد في المكتبة الدراما المصرية على اساس ان هو مصنف مسلسل تاريخي. وهيتفرج عليه مصر والوطن العربي والدول كمان الخارجية. زي بالزبط ما تفرج على اليوم الحدث التاريخي المبهر. العملاق الفخن في نقل الميوات العالم كله. اسمه يوم تاريخي. اسم يوم تاريخي. حتى انا كتبت في بوست كده سيذكره التاريخ حدث في مثل هذا اليوم. تمام? يبقى لازم نتطفق على كده. اللي هو اسمه تاريخي. يبقى ازا المفروض حتى في الايام ازا عند سيادتك ظروف طارئة. اه اه حالتك دون الوجود. اثناء تصوير المسلسل كان يجب ان انت تبعت حد برضو تاريخي رجل استاذ تاريخ اثار يكون متواجد في العمل وهو بيتصوير. مش مسحل التلفونية الواقع. ولكن انا دمسك بال Cristo نعم msan. هنا في ايام انا كنت مكتب لي zitmi الاتصالات من المساعدين المغرب ويتطوري يحترضك كزا كزا. لا لو سمحت بلاش كزا هيعمل كزا. فحصل اتصالات كثيرة جدا. حصل اتصالات كثيرة جدا. فكون ان يحصل حاجة ومنما يتصلوش بي وانا موجود. اه طب ليه? يعني انا مرة دخلت اه واحنا بنعمل بيت نابسا احد القوات الاكساسين. اه دخلت انا بصيت انا يعني اقول اللي حدث ايه? بدريت على طول. قلت لا ده لازم يتغير من الالف حليان. ليه? دخلت لاتهم جايبين صالون متنجد كده بكلت جميل وعليه شوية حاجات فرعونية اطرق ما هو حاجة فيه. سمعت في حاسم البطمة في ازرعة. نعم. محنش هو ممكن نزرة. او عايش يطلع على الحاجة كميلة. الحاجة. طبع. مو ده دورك بقى. ده دورك. ده دورك. طب ممكن نصد سامح احنا نريح الدكتور احمد لنحظات ونرد على بعض النقاط. فعلا الوحنسين الدكور والمساعدين والعملين. اه من الالف في احنا. صلى حضرتك. ايوم مش موجود. وفي حاجة فيها جده. كان على السيادة الاحمر وابتعنوه. على طوال انا ما اقدرش اجامل اه حد على حساب حد. يعني انت يعني انت سيادتك اه طلبت من الفنان الجميل. انا ما شوفتش. انا ما شوفتش. لا يعني ايه ما شوفتش. لا سواني يعني ايه ما شوفتش هذا النشط? برضو ما كنتش موجود وقت تصوير السادة الفنانين وهم بدقونهم? طب. طب هل سيادتك? هل سيادتك نصدهم? بالنسبة للتعامل عن الجابة عن هاس السؤال. لان جميع اللوكيشن من اصحابهم لأكبرهم انا عارفين ان انا معترض على داني كمان. يعني انت سيادتك كنت معترض على حكايات. يعني انت قلت على العلن يعني. مم. لكن في حاجات كما عم يعني يمكن انا عاش احترم لدارة الانتقاج عاش احترم الشركة. انا اعديت وجهة انا مستعدة ابعت لحضرتك. الملف الكامل اللي انا حطيته من اجل هذه المسلسل. مم. وعرضوا على الناس كلها. اكتر من مية خمسة وعشرين ورقة فلوس كامل. اللي ايه? الفرعة الكمبيوتر. حتى في الدقى نتكلم بعد دقى. حتى في الاكل. في الحياة الاجتماعية. واخبر حضرتك. فكون ان الناس بتتهيبني باشياء قد اكون انا لست صاحب القرار. طب انا اقول لكم ايه? مم. طيب انا عايز بس انقل لك وجهة نظر السادة المحترمين. المتابعين في البس يا استاد احمد. هم كلهم متفقين على شيء واحد ورأيهم صح. ويحترم. اه ان هو ده عمل. هم مصممين اللي هو عمل تاريخي مصري. يجب ان يصاغ بصيغة طليق بمصر. وبتاريخ مصر. والناس كلها تتفرج عليه. اه اه اه. وهم نفسهم. احنا والله ما ضد ما ضد المسال. بالعكس احنا نفسنا وكنا بنطالب انا انا واحد من الناس كفرد من العامة. مش مش كفنان والاعلامي. انا كان نفسي اشوف مسلسلات تاريخية مصرية تحاكي حقب تاريخية فرعونية في مصر. اه. او حقب تاريخية اسلامية في مصر. انا نفسي. افضل افضل. انا انا اشف اه لو قلت يبقى السيناريو وزير قصة المخوصة عن اه نجيب محفوز فاقر كفاح تيبة لا تصلح للتوصيب التاريخية. تاني جملة ديا استاذ احمد معلش? لشان يبقى. كلام مين اللي بتغضي كلامك ولا كلامي? ولا كلام الناس? انا انا بنقلك ودي اتنظر الناس. يبقى لو كلام الناس انا اقول الناس جميع من المعارضة يبقى السيناريو ازيل قصة المخفوزة عن كفاح طيبة لا تصلح ان تكون عملا تاريخ. انت سيادتك تصريحك ان دي القصة دي لا تصلح ان تكون عمل تاريخ. ان انا ما ابرستش في ادور المرأة. وبدل ما اعمل قصة حب. اروح عامل امه اياح حطق الست العظيمة الواخدة. ست سبع نياشين. اكبر امرأة في التاريخ. وفي القواة العسكريين. اه تاخد نياشين. ومن ضمنهم تلاتة الزبابة لها عفف. نبقى عفف اللي هي الزبابة الزهرية. يبقى انا كنت اجيب احمس. اه اللي شاف مقتل ابوه. اللي شاف مقتل اخيه. وامه قالت مقولة تاريخية. اهبك ايها الابن. كما ضحيته من اجل مصر زوجي وابني وابنة ابني. فاني اهبك لمصر تحررها من اعداء مشها الانسوس. طيب. يبقى ازا استاذ احمد عشان احنا طولنا على الناس معلش واحنا مشكورا طبعا المعلومات اللي انت قلتها. ودخولك معانا في البس المباشر. نلخص اللي حصل في الاخر في جملتين بعد اذنك. اللي انت بتعترف ان في اخطاء حصلت في هذا المسرسل اخطاء تاريخية او اخطاء في الشكل او الديكور او الملابس. عشان بس نبقى مطفقين قدام الناس. انا مباشر اخطاء تاريخية. يا فندم انت لسه ايلها. اني اساسا النسق الرواية ادبي درامي. مش تاريخي. يا فندم هو سؤال انت لسه ايله من شوية وده ده بس مباشر مسجل ومحفوظ. ايضا. هل في اخطاء انت معترف بيها ام لا? نعم نعم نعم. نعم ايه? تمام. وجزء من هزي الاخطاء او اه اللي هي عدت ان سيادتك ما كنتش متواجد في بعض الايام في تصوير المتواجد. لأ حاجات تانية مش كلام الناس همو معلقوش على كده بس الناس والله الشعب المصري اثبت ان هو يعني الله اكبر عليه يعني وقاري للتاريخ ومستوعب وليه رؤية وحقه ان هو ينقض على فكرة. ده هو المشاهد هو المتلقي حقه. يعني واحنا على فكرة احنا على فكرة. مش بنعمل دوت اللي احنا معه فرحانين وايه والمسلسل? لا بالعكس والله نتمنى ان مسلسل تاريخي يشرف مصر يعرض على شاشتنا ويتحط في المكتبة الدرامية عن دراف مصر زي ما احنا تشرفنا جميعا بالمسلسلات في السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها زي مسلسل الاختيار اللي هو بيحكي واقع حصل واقع جيشنا الجميل وقد ايه هو بيضحي? الحاجات دي مهمة جدا 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 والله وفي هذه الفترة ان هي تكون موجودة بكسافة في الدراما المصرية والعربية. ان هي بتقرع احداث حقيقية حصلت. بس الناس تتمنى ان هي تظهر في اجمل صورتها وفي اكمل صورتها عشان يعلموا حتى التاريخ حتى الناس بتقول ايه? احنا عايزين كمان نتفرج على ده عشان احنا نستفيد ونعلم اجيانا وابنائنا واولادنا اللي طالعين التاريخ المشرف المصري في كل مجالات. وده كان التجري انا مجتمس فيها. ان انا بطلس لك هو الاحمص المقاتل. كيف احساسي في وقت مركوش كيف? كيف ببعض الفلاحين والعمال استطاع ان يعمل جيش? استطاع ان يكهر طرحون هذا العاصل. وهو الهكسوس. وده كان التركيز الاساسي بتاعي اه اجي اي حاجات حربية او تاريخية في هذا الوضع. نشكرك استاذ احمد السنوسي المراجع التاريخي والاسري لمسلسل الملك على وجودك معنا ومكلمتك معنا. الف شكرا. الف شكرا استاذ احمد. الف شكرا. شكرا. في اي وقت وتحتعمل المشاهدين في الرقع. حضرتك معنا بقى بقيت البس ان شاء الله. عشان لو انت عايز تعمل مداخلة اتصل بيه على الرقم ده. لو انت عايز ترد على اي حاجة حق الرد مكفول بعد ما سيادتك ما تقفل. اه يا فندم انت 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 اقفل معاك الخط تلفونيا وانت هتبقى متابعنا لايف دلوقتي على الصفحة الرسمية في اه اه كلامي مع الاستاذ جلال معه. لو عايز تقول اي حاجة تانية اتعقب اي حاجة تلفوني مع سيادتك كلمني تاني عراقب. يا فندم ما انت معانا. انا بعيدت لك الرابط انا بعيدت لك الرابط على المسينجر يا سيد احمد. يا فندم ما انت معانا. يا دكتور الرابط بتاع الصفحة. تعليق على البوست اللي فات. ما انت انت سيادتك احنا اول اي. ما انت عملت تعليق على الصفحات الرسمية هو بعديدة اول حاجة تلاقيها اللي احنا نتكلم فيه حالا. استحالك. استحالك. تابعوا على صفحة انا يا دكتور احمد. تابع على صفحة الاستاذ جلال معوض لو انت عايز. يعني عندك ده وعندك ده. الاستاذ جلال معوض عامل بس المشترك. وراجع معانا ولو في حاجة تصل بيه تاني. ايو يا فندم. على ده يا فندم عشان التاني انا الشرجال بي دلوقتي عملي. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.